السلطة النهاردة ورق روكا وكابوتشي وتوت وكيوي خلاص ومعانا لبن رايب وخلى عنب وعسل هقطع كده الخاص بالطريقة دي كده ها نحط الورق بتاع الروكا كده خلاص حطينا كابوتشي حطينا ورق الروكا هنحط بقى الكيوي دلوقتي اهو كده ها وممكن تحطوا طماطم مع السلطة دي مشي شرايح طماطم انا اخترت الطوت ممكن ان انتم ما تختاروش الطوت وتحطوا شرايح من الطماطم اهو دي اللي تكسر بيها اللون يعني نحط كده الكيوي بالطريقة دي خلاص واللي بيميز بقى سلطة عن التانية غير الخضار الدراسنج اللي احنا بنحطه عليه خلاص اهو طيب فاضلينا ايه بقى هنحط هنا الخل خلي بلسامك او خلي عنب او خلي تفاح هنحط لبن رايب كلف الاسود وعسل ابيوت خلاص ده الدراسنج بتاع السلطة نقلبه كده كويس قوي العسل هو اللي ايه اللي امتقل شوية الاسود حفضل اقلبه لحد ما يدوب خالص الخل البرسامك هو اللي حيدوبه عشان كده لما نيجي نحط انا هنا اغلطت نحط الخل البرسامك مع العسل الابيض الاول بعدين ازود عليه اللبن الرايب والفلفل الاسود خلاص عشان العسل يدوب على طول ما يخدش وقت معانا كده زي نخد دلوقتي بس ابتدي بقى اجيب كده تابشا واحط الدراسنج والبايا حطه على جنب عشان اللي بيحب يزود انا شخصيا بحب ازود دايما في صوس السلطة موسيقى 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 اشتركوا في القناة